مشوار حافل بالإنجازة والتتويجة مسيرة تقمص فيها ألوان عديد الأندية الجزائرية أداء ثابت في المستوى العالية قاد من خلال عدة فرق إلى تحقيق ألقاب محلية وقرية حرس المنتخب الوطني سابقا سامير حجهوية بات طاريح الفراش جراء مرض طاله منذ أشهر لم يجد له خلاصا سوى منشدة السلطات للسماح له في مغادرة التراب الوطنية للعلاج من ورم سرطاني على مستوى الظلاء العيسرة نداء حجهوية وجد آخرا أذانا صغية لتتحرك وزارة الشباب والرياضة بالتكفل بوضعيتها لعبين ضمنين ما أكامل بصحة يعني نحن نزم له الدولة لنداوي راح أزمة حارس الخضر سابقا لقت دعما شعبي واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثلما حركت إدارات النوادية التي لعب لها حجهوية مكتفية بتأكيد تغمونها المطلق معه لكن دون إبداء الاستعداد لتمويل علاجها حالة حجهوية ليست الأولى ولن تكون الآخرة في حال استمرار تجهل من شرف الراية الجزائرية في جامع الميادين بالنظر لتكرار مشاهد مرض أسماء رياضي وفنية وأدبية دون أن تحظى بأي رعاية صحية في غياب شبه تامة للسلطة العمومية